مفيش عيلة مثالية ومفيش قريب ما بيتخنقوش في انها يعني احنا مش ملايكة احنا بشر من لحم ودم وده كان واضح في استقبال التوارق في المستشفى يعني بعد الخناقة الاخرينية ان كان في لحم ودم فعلا فعرفنا ان احنا من لحم ودم السؤال بقى ايه اللي يخلي القريب اللي من لحم ودم واحد يتخنقوا ويسياحوا الدم بالمنظر ده هذا اسباب كتيرة جدا وتفهم ان انا طفل صغير وانا متابع انواع الخناقات بتاعة القريب على سبيل المثال في اشهر خناقة بتحصل بشكل دوري بين القريب كل خميس كل جمعة كل ما يتقابله اللي هي خناقة العائل الصغيرة اللي ضربوا بعض اللي بيتعكي فيها الكبار زيزو قال لي ميشو انه ضعيف وشبه البنات فميشو سخن اداله بالبنياف وشو وقع له سنة لبنية ام زيزو تصوت وتزعق في ميشو تقول انه مش متربي ام ميشو تصور لكرامتها تاخد صف ابنها طبعا بمنتهى التفاهة وتقول ان الولد كان في حالة دفاع شريع عن النفس ام زيزو التانية تقفش برضو كلمة من هنا على كلمة من هنا ولعت حريقة بقى فيه طار بايت بين العلتين واسنان كتير طائرة في كل حتة وحمام دم وقطيعة لا يعلم نهايتها الا الله عندك خناقات الافراح يعني مثلا قبل الفرح فيه الخناقة بتاعت مين عزم مين وما عزمش مين هنا بقى تسمع الجمل الدرامية بتاعت ايه ما احنا برضو نشرف يعني وعندنا بدل ها وجرفطات يا عمو حضرتك كنت محبوس انت قدت في السجن واخد ثلاث سنين سجن قل لك ولو تعزمني تعزمني وانا عتزر انا مالي اثناء الفرح بقى عندك الخناقة بتاعت ليه حمزة ابن مهى هو اللي مسك المصحف اللي مفتوح كلا ده في الزفة قدام العريس والعروسة ومش مروان ابني ليه هو مروان وحش اهبل كافر ما يمسكش المصحف ليه ليه وخناقة جواك قاعة بقى ما تفهمش ليه الرأس الهستيري والطنطيت والعرق والفرهادة بيعتبروا علامة من علامات الوفاء كده والمجاملة والطراب وطلعيه خش ارقص ارقص لقريبي واللي ما يرقصش لغاية ما يقع من طوله ويبقى قليل الادب مش جاي جاي مش فرحان ما عملتش الواجب ما عملتش الواجب فيه هز اعمل الواجب هلا ها فين الواجب يلا ها واجب بتاع الطنط فيه بعض الفرح من اول طريقنا للبيت لغاية ما نتفرج على الفيديو بتاع الفرح خناقات يجي بقى السؤال اللي هو ايه معاه مصمصة شفايف كده بقى من طنط دي هيا بنتك ما قامتش تهيص لبنتي ليه ها ليه يا حبيبتي مش بتحبها ولا متغازة منها مالها طب ما يمكن البنت خجولة او تعبانة او بتحافظ على كرامتها مش عايزة تعمل الحاجات دي مش واخدة منشطات زي الناس التانية ما تسيبوا الناس في حالها ليه ارقص غصبة عني ارقص وخناقة طبعا فيه بقى خناقات العزومات اشهرها الخناقات العكسية اللي هي لما تعزم انت حد على عاشة مثلا هو ما يجيش قل له احنا صحيح مش قد المقام بس نضاف والله وبنغسل الشوك والمعالق والاطباق كويس نضاف يعني ما فيش حاجة حبيبي حضرتك انا كنت في العناية المركزة برضو ما فيهاش حاجة لما كنت تعدي تاكل لقمة معانا يعني وترجع على عنايتك تاني في احنا و واحنا مش هنعتني بيك فالعناية هتطير يا حبيبي لقمة انا كنت معلق محليل واحنا اثرنا طبعا تيجي نجيب لك محليلك ونجيب لك حاجتك ولا كتير علينا يا ابن انا كنت بين الحياة والموت كمان تبقى بين الحياة والموت جنبنا هنا ومتعديش تكبر بخطرنا حتى ولو مكتر خيرك يعني ما احنا مش قد المقام وحاجتنا مش نظيفة وقطيعة طبعا طبعا في العزومات فيه خناقات تعدمني مشهورة اسمها تعدمني تعدمني لو ما اكلت الوركة ده ثلاثة لو ما كنت لكم طلق بانتخالتك اللي قاعدة في البداية ليه؟ فيه خناقة عزومة اول يوم رمضان تخيل؟ اول يوم رمضان ده عند مين؟ دي خناقة وليه عندك انت ومش عندنا هتفرق في ايه يعني؟ ما تروحوا اي حتة اي الشرف العظيم في ان العزومة تبقى عندك يعني هتبقى انت الدولة المستضيف والدورة الالعاب الأولمبية مثلا تتنفس في ايه؟ انتوا غوين شقة ما لسه رمضان فيه 30 يوم لسه بدري والله والله لسه بدري يا شهر الصيام احنا دايما كان المناسبات السعيدة دايما تقلب بناكت كده لا والحزينة كمان على فكرة تعرف فيه خناقة على الناعي؟ ايو فيه خناقة على الناعي لو مين اسمه جاء قبل مين في الناعي وليه؟ ليه ده قبل ده؟ وليه تكتب ان المرحوم يبقى نسيب الاستاذ عادل شوكت بس؟ من غير ما نكتب ان الاستاذ عادل ده كان المدير الاقليمي للشركة الدولية للصناعات الدوائية سابقا وفي الولايات المتحدة الامريكية حلام بعد التقاعد ليه ما نكتبش كده؟ ليه عمك ما يقودش وضعه؟ فيه خناقة قريبنا اللي رجع من السفر ومش جايب هدايا او جايب لحد وحد لا او جايب لحد اقل من حد او جايب لكل الناس وهو لا مش جايب لنفسه اي تلكيك؟ فيه غير خناقات الهدايا فيه خناقات الفلوس لما تخش مع قريبك الجامعية لازم تقلب خناقة معروفة العدية النقطة قريبك اللي بيقش مشاريع ويفشل بمنتهى الحب تسعتاشر مرة في حياته وكل العيلة لازم في كل مرة تلم فلوس عشان تنقذه او خناقة قريبك اللي عنده مشروع بيبيع اي حاجة وانت اشتريت من بره ما اشتريتش من عنده حسام ازاي بقى؟ يعني ما تشتري يا اخي من عنده حسام ما تقوم دلوقتي تشتري من عنده حسام يعني ايه اللي انت جايبه ده وحسام عنده وحش؟ في الخناقة اللي ما بين اي حد من العيلة وقريبك الواسطة ده بيبقى شخص يعني اه ربنا فتح يعني حظه كده ربنا فتح عليه بمركز شوية علاقات فالعيلة كلها بتستخدمه اسوأ استخدام طول حياته تلاقي تليفونه ما بيبطلش معلش والنبي فؤاد عليه مخالفات شيلها عماد عليه غرامات شيلها زياد عنده اللوز شيلها اعتماد قتلت واحد اقشيلها انت برضو وهكذا يتحول لمجمع التحذير تبدأ العيلة كلها تزعل منه لانه محققش كل احلامهم وطموحاتهم وبعدين الطلبات بتفضل تتصعد لحد ما توصل لبند المستحلات اللي هو ان ابن عايز ادخل ابني لنظر ومينس 30 ووزنه 35567 كيلو كلية قوات الجوائي تصرف ولو دكتور في العيلة فيه خناقات بتاعته برضو لانه مطلوب منه يكشف على العيلة كلها ببلاش وفي جميع التخصصات تسألنش ازاي حتى لو دكتور بطري هيشتروا سلاحف ويروحوا له يكشف على السلاحف ببلاش في كل حتة في السحلفة او اي تخصص مهندس بقى مدرس سباك رائد فضاء مدر بتنمية بشرية اي حد بيعرف يعمل اي حاجة مميزة في العيلة لازم تلاقي تلتين العيلة شايلة منه علي علي علينا سيني من ساعة ما بقى دكتور وما بيشتريش من عند حسام ما يشتري من عند حسام كمان يعني بقى دكتور وما بيكشفش على السلاحف وما بيشتريش من عند حسام لا ده يوم وأزرق طبعا كمان في خناية انت مش عايز تتجوز بنت خالتك ليه؟ مالها بنت خالتك انا مش بحبها لا الحب بيجي بعد الجواز بصوا تنطع انا فعليا بخاف منها الرعب بيمشي بعد الجواز طب تنطع انا لسه صغير هتعجز أثناء الجواز عادي ولو ما تجوزتهاش العيلتين هيتخنقوا ولو اتجوزتها برضو العيلتين هيتخنقوا انت عارف جواز القرايب ومشاكله انا بقى الحمد لله علاقتي بقرايبة كلها زي الفن عارف ليه؟ ليه؟ لاني بشتري من عند حسام رايح تتناغي طب تكشف على السلاحف؟ لا مش للدرجات انا لحمه ودم على فكرة حسام عنده سلاحف لو جبت سلاحف من بره حسام يزعل فانا بجيب كل حاجة من عند حسام